اللي فاز به الجلوب سوكر كأفضل لعب أو جهزة جلوب سوكر كأفضل لعب في العالم بتصويت الجماهير يعني وقال رسالة مهمة جدا محمد صلاح أعتقد الرسالة دي أثرت في اللعيبة في مرات المبارح لما قال لك يا جماعة طالما أنا حققت كده فأي حد في الوطن العربي يقدر يحقق كده إزاي بس تقدر تدير عقليتك واحترافك وإدارتك لفترتك مع كرة القدم دي كانت رسالة مهمة جدا فإحنا فعلا عندنا إمكانيات مميزة فعلا عندنا لعيبة عندهم إمكانيات مميزة ونفرقش عن أوروبا زي ما قال محمد صلاح والدليل هم بارح وفي دلائل قد كده كتير قبل كده لكن للأسف البعض من اللي بيحترف بيزق وبيرجع صلاح رجل سافر واستمر واشتغل على نفسه وطور نفسه هو صلاح مثلا دلوقتي زي من 4-5 سنين لا طبعا لا طبعا طور نفسه بقى محمد صلاح الأيكون العالمية فإحنا عندنا أكرم ممكن وعندنا ناس كتير جدا ومنشوف برضو مصطفى محمد ماشي بخطة سابتة ومنشوف محمد أنني ما شاء الله لقوة إلا بالله يعني برضو مؤدي مستويات رائعة فإن شاء الله بإذن الله القدم يكون أفضل لمنتخبنا وإن شاء الله الأمور كلها تكون في صالح المنتخب والشعب المصري يسعد أكتر وأكتر من خلال منتخبنا الوطني الأول آخر حاجة قبل ما أطلع الفاصل محمد صلاح واللقطات اللي كانت بعد المطش مع إيدن هازرد وكورتوة وكلام من ده حاجة بالنسبة لنا يعني إحنا ما كناش نتخال في يوم من الأيام من اللعيب اللعيبة بتاعت بلجيكا المنتخب الكبير قوي بالأسماء دي يكونوا حرسين أنهما يتلموا حواليه كلام معاه طبعا هو صديق جدا للهازرد من الأيام ما كانوا موجودين في تشيلسي بس دايما إحنا بنفخر يا جماعة بكده إحنا عندنا لعيب بمواصفات عالمية الكاميرات كلها بتبقى عليه اللعبين أين كان من أسماءهم بيبقوا حواليه بيحبوا يتواصلوا معايا كلام من ده وبيقدروه بشكل كبير جدا فده طبيعي دلوقتي إحنا عايشين حاجة بقى طبيعية بالنسبة لنا أيوا الصور اللي زي دي وفيه صور كمان تانية ممتازة يعني فإحنا عندنا أمال نكون عندنا أكتر من محمد صلاح أنا شاف إن ده صعب بس مش مستحيل يعني ممكن فإن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للجميع